الديمقراطية دين حرام لأنها دين الغرب كما تصفها شريحة متشددة وسط مجتمعاتنا ونموذج سياسي امبريالي يهدف إلى سحق هويتنا لدى شريحة أخرى من مخلفات اليسار وبقايا الاشتراكية وهي ضرورة ملحة لدى مجموعة أخرى ينتهي خلال تطبيقها حكم أنظمة الاستبداد وتفتح الباب أمام مجتمعاتنا للوصول إلى الدولة الحديثة لم يشهد عالمنا العربي منذ تشكيل دويلاته حالة الدولة الحديثة وتطبيقاتها وتم وعد التجارب الواعدة لنشأتها في هذا الشرق المكلوم فكانت تجربة الحكومة العربية في دمشق أولى طلائع تلك التجارب ليقضي عليها الانتداب الفرنسي عام 1920 وقد عنونات الباحثة الأمريكية إليزابيت طومسون هذه المرحلة في كتابها كيف سرق الغرب الديمقراطية من العرب لتأتي تجربة سوريا بعيد الاستقلال حين أطاحت الإنقلابات بحلم الساسة ومشروع الدولة لينتهي المطاف بها عام 1970 بحكم حافظ الأسد وسيطرة كاملة على البلاد بعدما يقارب عقدين ونصف على الاستقلال والتحولات أما في الجارة لبنان كان تفاهم الطائف قبل مطلع التسعينيات وثيقة لقاهر الدولة وكسر مشروعها من خلال المحاصصة الطائفية وهيمنة الزعماء السياسيين على بنوده من خلال توافقات ظاهرة أو بالبطن تعيق عجالة الدولة نحو مشروعها الديمقراطي لتعود اليوم ظاهرة لبنان المثقل بالهموم تتوشح الشاشات والأخبار في العراق يبدو المشهد أكثر تعقيدا ودفعا إلى الهاوية الأمر الذي أحدث انفجارا بشريا لم تثمر نتائجه حتى اللحظة بينما قوضت كل مشاريع الربيع في مصر وليبيا واليمن وانتهى حلم تونس التي بدت تجربة واعدة في هذا المسار تعثر واسع إذا لمشروع الديمقراطية في العالم العربي يرى فيه البعض أنه عصي على التطبيق في مجتمعاتنا وأنها بتكوينها غير مؤهلة للتوافق مع الحالة الديمقراطية بينما يرى البعض الآخر أن الخطأ في محاولات التطبيق والمعوقات القائمة من التنظيمات والمجموعات المؤدلجة الرافضة لهذا المسار ومشاريع الثورات المضادة التي ما تزال تمتلك سطوة في عمق تلك البلدان وتخطف عجلتها إلى الخلف